يا أمساء الخير وياهلا وسهلا بحضراتكم نبدأ مع حضراتكم حلقة جديدة السادسة تحياتي طبعا بداية لكل أهلوية ومبروك لكل الأهلوية ثلاث نقاط جداد بيضاف الرصيد النادي الأهلي العلامة الكاملة حتى اللحظة والرهانة على موسم استثناء إن شاء الله بإذن الله من حيث الأرقام القياسية بداية لكن من حيث المنافسة مطمئنين جدا للروح وشكل الأداء اللي أعتقد أنه حدش يختلف أنه أفضل بكتير جدا من المواسم اللي فاتت متفق معاكم إن إحنا موصدناش لأعلى فرمة وده بالتأكيد هيجي مع الوقت هيجي أكتر مع حالة الانسجام بين اللعبين هيجي أكتر مع المكسب وإن شاء الله بإذن الله أهلي نسخة 2021-2022 تكون الأفضل ده مجهود الحقيقة وتخطيط سنين طويلة ما حدش يفتكن ده وليد الصدفة أو وليد اللحظة أو حتى وليد الفترة اللي قبل الموسم مباشرة لكن دي كتخطة وكترؤية لبنى فريق جديد يليق باسم نادي الأهلي وهو ما كان أو ما تحقق حتى اللحظة دي من الألقاب على التأدير اللي حصلنا عليها في السنوات الأخيرة خليني بس أقف مع حضراتكم في ثلاث نقط مهمة جدا قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة واحد وصدق أو لا تصدق ده حدثها بالفعل يعني فيه ناس صرفت ملايين هو أجرت ستوديوهات واتفقت مع كروهات واتفقت مع محللين عشان يطلعوا يحللوا ما تشاطع الشاشة فلما الموزيع يقوله أو يسأل المحلل ده يعني إيه رأيك في مبارات الأهلي وغزل المحلة أو إيه رأيك في فوز الأهلي على غزل المحلة فالإجابة تكون حظ النادي الأهلي وده ما حصلش في السوديو وما حصلش في السوديوهين وما حصلش في ثلاثة ده حصل في أكتر من أربع سوديوهات كلمة حظ النادي الأهلي أو أنه النادي الأهلي كسب غزل المحلة بالحظ والحقيقة الكلام ده استفزاني جدا مفترض أنه المحللين دول ناس فاهمين ناس صلعت حل المباريات عن خبرة وعن دراية وعن ممارسة خدوا حقية أنهما يعودوا ويظهروا على ملايين المشاهدين وخصوصا طبعا أنا بتكلم على جماهير النادي الأهلي اللي ما بتفوتش كبيرة أو صغيرة متعلقة بناديها عشان يطلعوا يقولوا أصل الأهلي يكسب بحظه أصل الجوان النادي الأهلي تيجي بالحظ على الرغم أنه النادي الأهلي ما يكسبش ولا مباراة على أقل الموسم ده بضربات الجزاء أو على أقل مش كل مباراة النادي الأهلي بيتحسب له فيها ضرب الجزاء أفهم أنه ده ممكن يكون حظ ممكن يكون بفعل فعل وفي النهاية اللي عايز أقوله للسادة المحللين يعني والخبراء وأنا لا محلل ولا خبير لكن دارس وفاهم يعني إيه علام مفيش حاجة من أول ما الإنجليز اخترعوا كورة سنة أو في قرن التسعتاشر لغاية يومنا هذا اسمها فريق يسجل أو فريق يفوز بالحظ دي مش موجودة في كورة القدم أي هدف دخل في أي مباراة في أي ملعب من أول ما بدأت لعب اسمها كورة القدم لغاية النهاردة هو نتيجة أخطاء المنافسين ده اللي احنا نفهمه وده التحليل بقى اللي مطلوب ما حاجة تقوله لنا أو تفاهمه لنا إيه هو الخطأ اللي ارتكبوا المنافس بناءًا عليه سجل الفريق الأهلي أو غيره الهدف ده أفهم أنه ده التحليل الموضوعي والتحليل المنطقي لكن كلمة حظ ماعتقدش كمال أنه ممكن فريق يكسب طول الخط بالحظ ماعتقدش أنه فريق عنده القدرة على تحقيق كل الألقاب والبطولات دي بالحظ والحظ ممكن يخدمني مرة الحكم ممكن يحتويني مرة لكن مش هيقدر يحتويني على طول ولا الحظ يخدمني على طول ولو إحنا بنلعب بالحظ أو لو فريق نادي الأهلي بيكسب بالحظ كانت مباراة زي مباراة غزل المحلة لو إحنا معنا الحظ والتوفيق يعني كنا نكسبناها من نتيجة أربعة خمسة لو الحظ معنا فعلاً كانت كل الفرص اللي حققها النادي الأهلي أو لقدر أن النادي الأهلي يصنعها وآخرها كرة أحمد عبدالقادر اللي جات قبل هدف التعادل بتاع المحلة دخلت جون أفهم أنه الحظ ساعتها يبواف معنا ولا كور كتير جداً وفرص كتيرة جداً محققة على مدار المباراة كانت تسجلت ومن أول الموسم الحقيقة لو الحظ بيخدم نادي الأهلي كل مطشط الأهلي الخمسة اللي لعبها الموسم ده كانت تخلص بذكور كبير كده وهو ما لم يحدث فأرجو الحقيقة مش بس من السادة المحلين والخبراء من السادة القائمين كمان على القنوات دي وعلى البرامج دي أن هم يحصنوا اختيار من يظهر على شاشتهم احتراماً للمشاهد في المقام الأول والأخير وقبل كده كمان احترام لإسم الشاشة نفسها